قبائل يمنية تجتمع لمحاربة المتمردين الحوثيين والقاعدة ثلث المراهقات يتعرضن للتحرش الجنسي على الانترنت واكتشاف في القطب الجنوبي قد يثبت وجود الكائنات الفضائية السلام عليكم و اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم تتصعد الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون ضد اليمنيين في صنعاء وذلك بعد قتلهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح جرائم و انتهاكات دفعت مجلس الامن لعقد جلسة خاصة لبحث الوضع المتدهور في صنعاء الزميل عطاء الدباء يجمل لنا اخر التطورات لا تزال مدينة صنعاء اليمنية تعيش على صفيح ساخن وتسودها حالة ذعر واحتقان في اعقاب اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد جماعة الحوثي الاثنين الماضي وخلال الايام الثلاثة التي تلت حادثة الاغتيال تصاعدت انتهاكات الحوثيين وجرائمهم بصورة واسعة ضد حزب المؤتمر الشعبي ومناصرية من اعتداءات واستهدافات مباشرة واعتقالات كان اخرها قتل اكثر من الف قياديا في الحزب الذي كان يترأسه صالح بالاضافة الى قادة عسكريين ومدنيين موالين له وفق ما ذكر وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر وبالامس تمثلت انتهاكات الحوثي في قمع مظاهرة احتجاجية نسائية خرجت من قلب صنعاء كانت تطالب بتسليم جثمان صالح فيما العديد من التساؤلات طرحت حول مصير جثة الرئيس السابق التي افادت وسائل علام يمنية بانه تم دفنها ليلا بسرية تامة وعلى وقع ذلك الجرائم دعا مجلس الامن الدولي جميع الاطراف في اليمن الى وقف التصعيد واستئناف المفاوضات في ختام جلسة مغلقة عقدها المجلس ناقشت تطورات الاوضاع الميدانية في البلاد واكدت على ضرورة السماح بوصول المساعدة عبر جميع المنافذ مظاهر الخشية والريبة في ظل الصخط الشعبي بدأت تظهر على تحركات الحوثيين العسكرية الاخيرة فدفعت الجماعة بتعزيزات الى صنعاء قديمة من صعدة وعمرانة وزعت على مقرات الحوثي والمباني الحكومية والمواقع الاستراتيجية اما بعيدا عن صنعاء فطرقت مدافع الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية ابواب محافظة الحديدة الساحلية وبدأت القوات تحركها من ثلاثة محاور واسر الثلاثين مسلحا حوثيا خلال عملية استعادة السيطرة على مديرية الخوخة اولى مديريات محافظة الحديدة من الجهة الجنوبية تقدم حذر بعدما اقدم الحوثيون على زرع الالغام امام القوات الشرعية لكن الفرق الهندسية تبذل اقصى طاقاتها لنزعها من اجل سلامة جنود الشرعية وسلامة المدنيين عبر مواطنون يمنيون عن استيائهم للانتهاكات المستمرة التي يمارسها الحوثيون بحق الشعب اليمني وبحق كل من يعارض فكرهم العدواني كما طالبوا بضرورة محاسبتهم على جرائمهم واحالتها الى المحكمة الدولية باعتبارها ترقى لان تكون جرائم ضد الانسانية بالنسبة للجرائم التي ارتكبتها انصار الله او مليشية انصار الله لا يمكن ان تمحى بتقادم ولا يمكن للتاريخ ان ينساها باعتبارها جرائم انسانية بشعة حدثت وما زالت تحدث لغاية الام في صنعاء وفي عدن وفي كل المحافظات اليمنية الجرائم هذه سيظل تاريخ يذكرها بكل سوء بكل شمعزاز الجرائم هذه ستظل وصمة عار على جبين انصار الله انتهاكات لم يسبق لها متيل في اغلبية جول العالم فكم من اطفال تيتموا وكم من زوجات ترملت وكم من اباين فقدوا ابنائهم وكم من اقدارين فقدوا احفادهم فما تمارسه وقماعة الحوتي فما رحموا لا بيتا ولا مسجدا ولا حتى بيتا لله ومن وجهة نظري الشخصية ان مرسول جماعة الحوتي يجب ان يحتاجه الحسم الميداني والعسكري خلافا عن الحل السياسي فهذه الجماعة لا تتعامل الا بلغة السلاح بالطبعا نحن في العاصمة عدن منذ الحرب الظالمة في 2015 على هذه المدينة وعلى القنوب بشكل عام مليشية الحوتي قامت بعمل كل اقرامي في داخل هذه المدن التي هي مسالمة بالطبع وكانت يعني في بدايتها على اساس انها تريد مكافحة الجماعات الارهابية مثل داعش وهي دريعة بالاصح دخل الحوتي الى هذه المدن واهلك الحرث والنسل دمر الانسان دمر البنية التحتية نذكر كلمة حوتيين فنحن نتحدث عن اكبر عصابة عرفة التاريخ في الاجرام بحق الطفولة وحق المرأة وخاصة عبثهم عبث الايرانيين داخل اليمن باستخدام اليمنين ضد اليمنين استخدام الشعب ضد الشعب نفسه شرعت العديد من القبائل اليمنية من مختلف مناطق البلاد بالتجمع بهدف قتال الحوتيين والقاعدة باعتبارهم وجهان لعملة واحدة وبذلك تدخل القبائل خط المواجهات المحتدم بعد ظهور تجمعات افراد القبائل التي وصل عددها الى المئات في محافظة شبوى وبحوزتهم الكثير من الاسلحة المختلفة بالنسبة للحرب هذه حرب مفروضة على هذه الميليشيات التي دخلت البلاد غريبة التي اتت يعني باشياء خارج عداد تقاليد الشعب اليمني الحرب مفروضة هو وجه بمواجهة اي ميليشيات مخربة ضد الشعب اليمني ونظامه ووحدته وكيانه الموجود ايه بالنسبة لهذه استفحلت خصوصا في خلال الحرب ومؤلمة وضرت بحياة الناس عامة ويجيب استئصالها ما لم تستأدي الى امور اسوأ ما هو موجود الان بالنسبة للتنظيم الغاعدة وداعش واي غواء ارهابية لحنا ضدها ويجب محاربتها سواء في القنوب او في اي غطر اخر يجب محاربت هذه الآفة واكتثاثها بقدورها كاملة وندعو التحالف العربي لدعم كل الغواء المحاربة للارهاب واستئصالها انطلقت من المناطق التي شهدت اجرس المعارك في الموصل ضد داعش منافسات اول ماراثون دولي اشارك فيه عرب واجانب الى جانب الرياضيين العراقيين وذلك للمساهمة في اعادة الحياة الطبيعية الى هذه المدينة ونفض غبار ارهابي داعش مراسلنا وسام يوسف والتفاصيل بعد ان كانت الموصل محط اهتمام الاعلام حول العالم بسبب احتلالها من قبل داعش الارهابي اهي تعود الى الواجهة الدولية مجددا لكن من بوابة الرياضة حيث اقيم ماراثون نينوى الدولي الاول بمشاركات عربية ودولية مبادرة من المركز العالمي للسلام في العراق باقامة ماراثون نينوى الدولي ما بعد التحرير من عصابات داعش والغاية منه لتوحيد الكلمة ولتوحيد مفهوم الرياضة في كل مكان الماراثون هو لغة جميع شعوب العالم الماراثون هو تجربة للعالم للمحبة والوئام والسلام في كل مكان ما ميز هذا الماراثون ان المتسابقين قطعوا مسافات طويلة على شوارع شهدت قبل اشهر اشرس المعارك مع اكثر تنظيم اجرامي عرفه العالم في الوقت الحاضر وصلنا قطعنا اشواط كبيرة وتفاعل معنا المجتمع الموصلي والمجتمع العراقي وحتى الاخوة الرياضين من خارج البلاد نعم وصولا الى هذه النقطة التي نحن الان عليها بالنسبة الى عدد المشاركين بكل صراحة نحن كنا قد حددنا يعني عدد سيصل اليه الى الثلاثة الالاف لكن الان اقدر اقول وبكل ثقة ان وفاق الوخمسة الالاف مشارك هذا الحدث يعد اكبر واهم نشاط شهدته الموصل بعد تحريرها من دعش الارهابي حيث المشاركة الواسعة ليس من قبل اهالي المدينة فقط بل لمتسابقين عرب جاءوا لدعم المدينة والمساهمة في اعادة الحياة الى طبيعتها الحمد لله هذه المظاهرة ترمز للسلم لأن نينو في سلام وأمن إن شاء الله وأنا مشاركتي أهم شيء هي سلامة نينو من الداعش الحمد لله وأره هذا الفوز أهديه لنينو بمناسبة الذكرى الطبع الأولى لماراثون نينو الدولي للسلام مبروك على نينو ومبروك على الموصل ومبروك على العراق كله الرسالة التي أراد منظمه الماراثون إيصالها إلى العالم هو أن الموصل قد نفضت غبار داعش ومخلفات المعارك وهي بانتظار كل من باستطاعته المساعدة من أجل العودة بالمدينة إلى مكانتها التي حاول داعش أن نيل منها دون أن ينجح في مآربه الإرهابية نتوقف مع فاصل قصير والواصل أهلا بكم من جديد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم بعد اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ودعا ثماني دول إلى الاجتماع في حين تستعد روسيا البلد دائم العضوية بالمجلس الانتقادي موقف ترامب وذلك وفق ما أفاد نائب وزير الخارجية الروسية ابتكر شاباني ليبيان تطبيقا للهواتف الذكية يمكن التواصل السريع والمباشر بين المدرسين والطلاب ويقدم خدمة تعليمية مميزة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الهم لم تتوقف تلك الجهود التي ترمي دائما لتطوير طرق التدريس وإدخال الوسائل التي من شأنها تبسط رسالة التعليمية في ليبيا تلك الجهود التي ورغم بساطتها إلا أنها صادقة في تغيير المفهوم التقليدي للعلاقة بين المدرسة والمدرس والطالب آي ستادي برنامج على الهواتف الذكية يتيح للمدرسة التواصل مباشرة وبشكل سهل وسريع مع ولي الأمر طوره شابان ليبيان وأضحت عدد من المدارس الليبية الخاصة تتعامل به طلعنا بفكر التطبيق يشوفوا الأساسيات المحتاج لها الولي الأمر أنها تصل من المدرسة أول بول زي الحضور والغياب زي درجة الامتحانات زي جدو الامتحانات لو فيه إعلان من المدرسة يصل لولي الأمر بنوتيفيكيشن ولا فيه أي طلب من أبله وملاحظة من أبله لوالد معين مستعدين نخدمه مش مدرسة ولا اثنين ولا ثلاثة نحن مستعدين نخدمه أي مدرسة في العالم مش حتى ليبيا بس يتيح آي ستادي كذلك للمعلمين رصد الدرجات وإرسال الملاحظات لأولياء الأمور علاوة على الأعلانات ليسهل بشكل كبير التواصل بين جميع المعنيين شهود تتزامن مع محاولة ابتكار المعلمين لطرق تدريس حديثة واستعمال التقنية والحواسيب في إيصال المعلومة للطلاب بعيدا عن الطرق التعليمية التقليدية الطلبة بصفة عامة حتى فيها أثناء في المنزل يعني يستعملوا في التكنولوجيا بشكل غير طبيعي فهذه واحدة من الوسائل يعني حاليا نستعمل فيها نستعمل فيها من دخل اللابتوب ولا أي تكنولوجيا نستعمل فيها حاليا نحن في الكلاس وأسهل الطلبة وأكثر يستمتعوا بها أكثر مشاريع وجهود ستكون أكثر فعالية وانتشارا حالة بني الدولة لها ودعمها والعمل على تقويمها لن يكون قطاع التعليم بمعزن عن إدخال التقنية والتطور التي طال بقية القطاعات الأخرى فبرغ بكونها جهودا فردية إلا أن تسعى للتقديم خدمة جليلة لمجتمعها معتزل خريف لأخبار الآن طرابلس بعد حوالي شهر من تنظيف بقايا داعش من مدينة ماروي في الفلبين بدأت تظهر الأرقام والخسائر المادية التي لحقت بالمدينة خلال المواجهات مع تنظيم داعش جنوب شرقي آسيا والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إعادة إعمار المدينة تعتبر مدينة ماروي مركزا ثقافيا وحضاريا في الفلبين أما سكانها فاشتهروا بسلميتهم وممارستهم لحياتهم الطبيعية لكن وبعد سيطرة داعش على المدينة منتصف هذا العام تحولت المدينة إلى دمر وقام عناصر داعش بتدمير معالم المدينة الحضارية والمناطق الأثرية في المدينة وحولوا مساجد ماروي إلى ثكانة عسكرية مما أدى إلى تدميرها بالكامل خلال المواجهات مع الجيش قبل داعش كانت مدينة ماروي مركزا حضاريا للفلبين سكان ماروي كانوا يتمتعون بحياة طبيعية يخرجون إلى الأسواق والحدائق العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ذويهم ويتمتع أطفال ماروي بالسباحة في النار كل هذه النشاطات غير موجودة على الإطلاق لكن وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها بدأت هذه النشاطات تعود رويدا رويدا ويستعيد سكان المدينة ممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء مدينتهم من جديد لكن علينا أن نتذكر أن نصف هذه المدينة تم تدمرها بالكامل خلال المواجهات مع داعش وقد تستغرق سنوات عدة لإعادة بنائها لكن واثقون جدا أنه من الممكن بناء مدينة ماروي بشكل أفضل مما كانت عليه يحاول داعش دائما طمص هوية المدينة التي يسيطر عليها كما فعل في تدمر وتنبكت والموصل وعلى نفس النهج قام بتدمير المعالم الحضارية في ماروي ولم تسلم المساجد أيضا من الهدم بعدما اتخذها داعش كمعسكرات يقيم فيها وتحاول الحكومة إعادة هيئة المدينة لتعود إلى سابق عهدها 24 بلدية من أصل 96 من بلدية ماروي تم تدمرها بالكامل من قبل داعش صحيح أن بعض البنايات لا تزال موجودة لكنها غير آمنة وصالحة للعيش فيها وليس هناك خيار سوى هدمها بالكامل لغرض إعادة بنائها من جديد وأيضا هناك عدة مساجد تم تدميرها حيث حولت إلى تقنات عسكرية ومركز لشن الهجمات إلى الجيش الفلبيني وكذلك تم تدمير المناطق الأثرية القريبة عند السوق الشعبي الكبير في المدينة والذي كان يعرض البضائع الأثرية والأشياء التقليدية التي تمثل السكان المحليين وأيضا تم إزالة بعض الساحات التي كان الأطفال يلعبون فيها وتمت إزالة كثير من المناطق الحيوية التي كانت مراوي تفتخر بها هناك لجنة وزارية تقوم بتجهيز خطط إعادة تأهيل وإعمار مدينة مراوي وتتكون هذه اللجنة من عدد من الوزراء مهمتهم إعداد خطط كاملة لإعادة إعمار مدينة مراوي ويفترض أن يقدم خططهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل لذا أظن أن إعادة الإعمار ستبدأ أواسط عام القادم أكد وزير الخارجية الروسي سيركي لافروف أن كوريا الشمالية تريد إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للحصول على ضمانات بشأن أمنها من واشنطن وفق ما نقلت وكالات روسية ونقلت الوكالات أيضا عن لافروف قوله أنه أبلغ نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون رغبة بيونغ يانج في إجراء محادثات مباشرة عندما التقى الوزيران على هامش مؤتمر في فيينا الخميس خلصت دراسة حديثة إلى أن نحو ثلث الفتيات المراهقات في بريطانيا يتعرضن للتحرش الجنسي على شبكة الإنترنت من ذكور من نفس أعمارهن التفاصيل في تقرير حنان ظاهر عندما نتحدث عن التحرش الجنسي فإن أول ما قد يخطر على أذهاننا هو ما تتعرض له الفتيات من مضايقات في الشارع أو في العمل أو في أي مكان إلا أن للتحرش الجنسي في عصرنا الحالي صورا أكثر تعددا فبوجود الإنترنت بات للتحرش أيضا صورا إلكترونية تنتشر شيئا فشيئا وباتت تشكل فعلا تهديدا حقيقيا فقد خلصت دراسة حديثة إلى أن نحو ثلث الفتيات المراهقات في بريطانيا يتعرضن للتحرش الجنسي على شبكة الإنترنت من ذكور من نفس السن وأشارت الدراسة التي أجرتها مؤسسة تشايد نت الخيرية إلى أن نحو 31% من الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 13 عاما إلى 17 عاما قد تعرضن للتحرش الجنسي مقارنة بـ 11% من الفتيان وقال 10% من الفتيات الـ 1559 التي شاركنا في الدراسة إنهن تلقينا تهديدات بالاعتداء الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وتعكف الحكومة البريطانية في الوقت الحالي على أعداد دليل إرشادي جديد بشأن كيفية تعامل المدارس مع التحرش الجنسي وتوصل التقرير إلى أن حالات التحرش الجنسي تحدث على عدد كبير من المنصات على الإنترنت بداية من تطبيقات الرسائل الفورية مثل واتساب حتى مواقع التواصل الاجتماعي مثل سنابتشات من جانبه تطبيق سنابتشات سهل على المستخدمين منع الرسائل غير المرغوب فيها والإبلاغ عنها ويقول التطبيق إنه يتعامل مع الشكاوي في غضون 24 ساعة أما موقع فيسبوك الذي يمتلك واتساب فقد قال في وقت سابق إنه يأخذ هذه المسألة على محمل الجد ويمول حاليا تدريب شباب من كل مدرسة ثانوية بالمملكة المتحدة لدعم الأطفال الذين يعانون من المضايقات عبر الإنترنت عرقلت الرياح العاصفة جهود رجال الإطفاء الأمريكيين في محاولاتهم إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في الوديان والتلال والمناطق السكنية في جنوب كاليفورنيا لليوم الرابع على التوالي وأجبرت ألسنة اللهب ما يقارب مئتي ألف شخص على الفرار من منازلهم ودمرت الحرائق مئات المنازل فيما أغلقت مئات المدارس في لوس أنجلوس أبوابها أشارت دراسة جديدة إلى أن الغلافة الجوية للمريخ كان في وقت مبكر حمام بخار عالي الضغط وهو ما حول القشرة الصلبة للكوكب إلى طين ناعم ووفق الدراسة فإنه عقب سنوات من الانفجارات البركانية وتأثيرات تصادم الكويكبات انتشر هذا الطين على السطح وهو ما ينفي نظرية وجود الماء على الكوكب الأحمر وجد العلماء قدرة غير معروفة سابقا في المايكروبات يمكن العثور عليها أيضا في أشكال الحياة الفضائية الغريبة المحتملة وكان هذا الاكتشاف في القارة القطبية الجنوبية حيث يمكن للمايكروبات الحفاظ على أنفسها من خلال استخراج الكربون والطاقة التي تحتاج إليها للبقاء على غيد الحياة وخلق جو من الحماية من الغازات الموجودة في الهواء مثل تلك المحتمل وجودها على كواكب أخرى فقراتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل نصف مستخدمي الهواتف الذكية يفتحونها أربعة آلاف مرة سنويا من دون سبب أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت المكسرات تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية فقد عرض الباحثون من كلية الطب في جامعة هارفارد أكبر وأوسع دراسة طبية تتم حتى الآن حول التأثيرات الصحية الإيجابية لتناول المكسرات على صحة القلب والأوعية الدموية اليوم السابع المصرية عنونة إنستجرام يطلق تطبيقا منفصلا للرسائل يدعى الـ Direct Messages إذ يختبر تطبيق إنستجرام إمكانية تحويل خدمة الرسائل المباشرة إلى تطبيق مستقل والانتقال من التطبيق الرئيسي بتحميل تطبيق جديد بشكل أشبه بتطبيق ميسنجر فيسبوك صحيفة الوطن 30% من مبتوري الأعضاء يصابون بشبح الإحساس بالطرف فقد قال استشاري جراحة الأورام السرطانية بمجمع الملك عبد الله الطبي في مكة المكرمة الدكتور تيمورا لاشي أن أصحاب الأطراف المبتورة يصابون بحالة نفسية بعد الخروج من المستشفيات حيث يتكون لدى 30% منهم شعور بوجود الطرف المبتور وهي حالة تسمى شبح الإحساس بالطرف إضافة إلى إصابتهم بأعراض في الجلد منها برودة وأحيانا دفع صحيفة الوأمة السعودية ضرورة تأمين أجهزة الكمبيوتر بعد تخلص من هجمات بوت نت فقد أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى أنه يتعين على المستخدم أخذ الرسائل التي يتم إرسالها من الشركة المقدمة لخدمة الإنترنت على محمل الجد وخاصة بعد التخلص من هجمات بوت نت أشارت الدراسات التي نشرت عن كيفية تحول ليفة الاستحمام إلى بيت آمن للبكتيريا المختلفة وخصوصا تلك الأنواع الخطرة التي قد تسبب أمراضا متنوعة منها الجلدية وأخرى تنتقل عبر الجروح والتشققات في البشر إلى الدم ومع وجود الرطوبة داخل الحمام يصبح الوضع مثاليا جدا وسريعا لتكوين بكتيريا داخل هذه الليفة التفاصيل مع الزميلة عبير عبد الله تعد ليفة الاستحمام وسيلة للحفاظ على النظافة والجمال خاصة أنها منتج طبيعي ولكن يظل سفنجلوف بيئة غنية تقوم باستضافة أنواع مختلفة من البكتيريا وذلك بسبب توفر البيئة المناسبة لهم من خلال الدفء والرطوبة في الحمام وبالتالي تتكون البكتيريا والعفن والخميرة على الليفة الدراسات الجديدة أظهرت أن التقشير باستخدام الليفة لا يترك جزدك نظيفا بقدر ما يسبب تجمع البكتيريا حيث تعتبر ليفة الاستحمام المصنوعة من ألياف الخيار بيئة غنية لتكون البكتيريا بل ونمو العفن والخميرة أيضا وتتوزع هذه البكتيريا على الجسم مما يؤدي إلى تكون عدوى المكورات العنقودية خاصة إذا كانت تستخدم على الجروح والندبات أيضا أو مكان إزالة الشعر وينصح الأطباء عند استخدام ليفة الاستحمام من خلال المحافظة على نظافتها قدر المستطاع عن طريق وضع ليفة الاستحمام تحت الماء الدافئ ثم عصرها جيدا عدة مرات والقيام بتغيير الليفة كل ثلاثة أسابيع خاصة إن تغير لونها أو رائحتها أما إن كانت من البلاستيك يمكنك تغييرها بعد شهرين والمحافظة على جفاف الليفة وإبعادها عن مكان الاستحمام لمنع البكتيريا من التكون والمحافظة على نظافتها من خلال وضعها في المايكرويف لمدة 20 ثانية أو بنقعها في محلول تبيض بنسبة 5% ثم عصرها جيدا وتركها تجف في الهواء أعلن متحف اللوفر أبو ظبي أن لوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي التي بيعت بسعر قياسي تجاوز 450 مليون دولار ستعرض في المتحف الذي افتتح قبل فترة قصيرة ونظمت دارك بريستيز ما زادا في نيويورك بيعت خلاله لوحة مخلص العالم مسجلة السعر القياسي لأغلى لوحة في العالم والذي كان عائدا للوحة نساء الجزائر لبابلو بيكاسو بعد نحو أسبوعين على معادلة الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي رقم منافسه اللدود النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو بحصوله على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة نجح الأخير الخميس بمعادلة الأول بعدد الكرات الذهبية حيث حصل عليها رونالدو للمرة الخامسة وجاء فوز رونالدو بالجائزة نظرا لإنجازاته الكبيرة خلال العام الكروي 2016-17 قبل الختام تذكير بأبرز العنوي طبائل يمنية تجتمع لمحاربة المتمردين الحوثيين والقاعدة ثلث المراهقات يتعرضن للتحرش الجنسي على الإنترنت اكتشاف في القطب الجنوبي قد يثبت وجود الكائنات الفضائية وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته موجز لآخر وأهم الأنباء يأتيكم ما بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة